النادي الأهلي بيعيش فترة حصاد البطولات بارح بالأمس بنبارك طبعاً للعبات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي وزي ما بلقبوهم فتيات الزهب بارح حصلوا على البطولة العشرة في تاريخ النادي الأهلي بطولة أفريقيا والمرة التانية على التوالي بارح كان منظر صراحة يعني منظر جميل جداً في كل حاجة بارح تتويج فتيات الزهب ببطولة أفريقيا وحصولهم للمرة العشرة في تاريخ النادي على هذه البطولة وكمان أداء رائع ومباراة قوية أمام فريق كارتاج التونسي 3-1 كمان حضور جماهير النادي الأهلي بهذا الشكل الكبير والمكسف في مباراة لكرة طائرة فده بيبعث رسالة مهمة جدا أن احنا إن شاء الله قادمين على بطولة أفريقيا لكرة القدم وإن شاء الله هيكون تنظيم يعني على أراضي مصرية إن شاء الله هيكون تنظيم جيد جدا خاصة أن الاهتمام من كل المسؤولين هنشوف دلوقتي فرحة فريق الطائرة مبارح بالأمس واللي فرحوا كل الأهلوي ترجمة نانسي قنقر 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 مبروك لمدير الفاني الكابتن حمدي الصافي وكمان فتيات الزهن وزي ما أقول لحضراتكم النادي الأهلي في هذه الفترة بيعيش فترة حصاد البطولات ترجمة نانسي قنقر